بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا إن رحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشباب ربس عليكم بخير كنتم من شاء الله سأكونوا مزيان إذن مرحبا بكم في هذا الملخص الشامل لمادة الرياديات الدورة الثانية السنة الثالثة إعدادية استعداد للامتحان الجهاوي إذن الدروس اللي عندنا في دورة الثانية ذي الريادية ثمانية ذي الدروس درس الأول المعادلات والمترجحات الدرس الثاني المتجهات والإزاحات الدرس الثالث المعلم في المستوى والدرس الرابع معادلة المستقيم والخامس نظمة معادلتين والسادس الدالة الخطية والتألفية والسابع الإحصاء والثامن الهندسة الفضائية إذا الدرس الأول هو المعادلات والمتراجحات قبل البداية في الشرح لماذا لا ننسى أشرح في قناة ديلكم كناة الملخص دي المادة الفيزياء مع الامتحانة الجهوية كذلك ملخص شامل لدروس اللغة العربية ثم الامتحانة الجهوية لمادة اللغة العربية معك صحيح إذن ما عليكم إلى الدخول للقناة والاستفادة منها من أجل الحصول على نقاط ممتازة ونبدأ إذن المعادلات والمتراجحات سنبدأ أولا من معادلات تعريف المعادلة المعادلة هي واحد متساوية يعني عنا جوج دير الأعداد بينها تساوي عني العدد الأول هو آزائل أكس كيساوى بي بينا تمتوا واحد متساوية إذن هذا كنسميها معادلة واضح إذن هنا في هذه الحالة الأولى عدت ما بين آو اكس زائد هنا عدت ما بين آو اكس عملية الضرب كيساوى بي إذن هذه هي الأشكال دي المعادلات بي إذن ناخده بعض الأمثلة المتأل أول عني خمسة جوا subdiv حوز منتحيز ٣ إذن هذا النموذج ذات المعادلة وهذا النموذج الثاني وهذا النموذج الثالث أجو نشوف الحالات التي يمكن أن تكون في المتحان الجهوي وهذه الحالات التي مطلب منكم وأنكم تعرفوها الحالة الأولى يمكنك أن يكون عندما بين A و X عملية الجمع أو القرح كي يساوي واحد العدد واضح؟ كيف يمكنك التعامل مع هذا المثال هذا؟ مثلا عندي 3 على 5 زائد X كي يساوي 22 أولا نقشد هذا العدد هذا يمكنك أن نتخلص منه وندوز للجهال الأخرى ونبقى عندي هنا غير X لذلك ندوز للجهال الأخرى نغير هذه الإشارات وليه ناقص 3 على 5 ثم نقشد المقامات وفي النهاية سنجد X كي تساوي 107 على 5 ونكسب هذه الجملة إذن حال المعادلة هو 107 على 5 الحالة الثانية هي منع أن تكون عندما تكون عندما تكون A و X كي يساوي عدد يعني عندما بين A و X عندي عملية الضرب هنا ما نقدرش ندوز العدد مباشرة للجهال الأخرى ونغير الإشارة بل نقسم هذه الطرفين بجمع نفس العدد نقسم هنا على A وهنا على A نقسم على النفس العدد وثالي على A أن X كي تساوي B على A مثال مثلا ناقص 11 على 3 X كي يساوي 88 إذن كيف نتخلص من هذا ناقص 11 على 3؟ وش هنضوز للجهال الأخرى لا لأنه بينما عملية الضرب إذن شنو غادي ندير؟ غادي نقسم هذا 8 على هذا العدد هذا ونحيض من هذا إذن عتولية 88 مقصومة على ناقص 11 على 3 وهذا بما أن هذا العدد كسري إذن هذه القسمة نحيضة ورجح عملية الضرب وتضرب المقلوب باش نعرف نحسبها إذن هي 88 مضروف ناقص 33 على 11 النتيجة هي ناقص 264 على 11 وكنكتبت الجملة إذن حل المعادلة هو ناقص 264 على 11 الحالة الثالثة اللي ممكن صادفه كذلك هي مليك يكون عندي واحد عدد هذا على الشكل مضروف واحد عدد آخر بين قوسين كي يساوي 0 إذن هنا بما أني عندي A مضروف في B يساوي 0 إذن رأي إما A تساوي 0 أو B تساوي 0 ناخد هذا المثال هذا إذن هنا في هذا المثال نكسب إما ناقص 3X ناقص 5 كي يساوي 0 أو جوج X زائد ربعة كي يساوي 0 نكمله مع هذه إذن جوج X يساوي ناقص 4 إذن هذا الربعة وثنين الزجال أقرأينا للإشارة هنا عندي ما بين جوج و X أعني هذا الضرب إذن هذا نقصم الطرف الآخر على جوج ونحيي ذات جوج معنا إذن ناقص 4 نقصم على جوج اللي هي ناقص جوج إذن X كتتاوي ناقص جوج وفي الجال الأخرى حلقة X كتتاوي 5 على ناقص 3 إذن للمعادلة حلين هما 5 على ناقص 3 أو نكتبه ناقص 5 على 3 هو الأصح وناقص جوج إذن هذا ما الحلول لهذه المعادلة وهكذا نكسبه الجملة واضح؟ نمروا المتراجحات بالنسبة لمتراجحات شنو الفرق بين المتراجح والمعادلة؟ فقط بدل التساوي والذي عدنا هذا الروموز إما أصغر أو تساوي أو أكبر أو تساوي أو أكبر قطعاً أو أكبر أو تساوي واضح؟ هذة هي الأمثلة المتراجحة ناخده بعض الأمثلة هذا النموذج الأول عليه 7X ناقص 1 أصغر أو يساوي 5 وهذا النموذج الثاني وهذه أمثلة ناخده واحد مثال ونحلوه مثال أول لدينا مثلا XZ7 أكبر قطعاً من خمسة نفس الطريقة اللي تعاملنا بها مع المعادلة ومع المتراجحة يعني السبع ندوز على الجال أخرى لاحظة هنا دلنا واحد طريقة أخرى اللي هي أننا نضيفه المقابل دي العدد شنو المقابل دي السبعة؟ باش نحيي دي السبعة نضيف المقابل دي رفت جيه وفجال أخرى إذن المقابل دي السبعة هو ناقص سبعة XZ بطلا ناقص سبعة وبشالنا السبعة هذي مع هذي ويبقى أنه هنا عيش جوج X واضح؟ نضيفه في الجال أخرى ناقص سبعة إذن ثم النهاية غدلقاوا هي جوج X أكبر من ثمانية لأنها 15 ناقص سبعة هي ثم مقصنا تخلصوا من هذي الجوج هذي إذن عم نقصموا كده الطرفين هل هي جوج وفي النهاية يعقوا X أكبر من ربعة لأن ثمانية الجوج هي ربعة مش نوع نقوله في الحل؟ مش هنقوله ربعة هي حل المعادلة؟ لا كنستعملوا هذي الجملة حلول المتراجحة هي الأعداد هنا بلما أنه X أكبر إذن عم نقوله الأعداد الأكبر قطعة من ربعة لأنها الأكبر قطعة مش أكبر تساوي كما عندنا واحد تشطيق لتحتي واضح؟ جيد سادسا مراحل حل المسألة سواء كانت هذه المسألة عبارة عن متراجحة أو معادلة هذه الطريقة أولا نقرأ المسألة جيدا ثانيا نختار المجهول ثانيا نصيغ المعادلة ثم نحل المعادلة بالطريقة المعروفة ثم نتحقق مسلحات الحل المحصل عليه ثم كتابة حل باستعمال العبارة حل المسألة هو كما نشوف هذا المتال مثلا اشترى أحمد الكتاب ومحفظة بما قدره من 140 عندها إذن أحمد شنو اشترى الكتاب ثم او هبترة محفظة المجموع الدى الهدى كان عندها 140 درم اذا علمت أن تامن الكتاب يمثل ربع تامن المحفظة إذن هذه مهمات جملة اذا قال يا أن تامن الكتاب هو الربع دى الهدى 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 المحفظة إذن بما أن ما أعطان uhANT بدلالة Extension deren تامن المحفظة إذن في'dى المحفظة يكون كثت يكون هو المجهول اذن اختيار الهدى المجهول يكون x 3 Mo أنا أخترز أنx هو تمام للمحفظة وهذا هو الخصيص صحيح إذن لثن Okay X هو تمام للمحفظة أعقل في معطيات أن 8% تل OK محفظة على 4 إذن هو ربع للمحفظة إذن تمام للكتاب هو X حص Beyond ثم نج fix الصياء دة المعادلة بما أن أعقل هذه المجموعة دة ثم حصائد محفظة هو 1 حصائد إذن في التمن دة المحفظة بمحفظة 2ún 4، إذا boostright حصائد 5 والمحفظة إذن كيمام 4 ثم نحل معادلة بهذا الطريقة هذه وكذلك قيمة X هي تمال المحفظة إذا ندف تمال على القارة هو هو تمال المحفظة وعن كتب تمال المحفظة هو وكذلك تمال الكتاب وعن شدك تمال المحفظة من قسمه الأربعة إذا هكذا تكون حلنا المساعدة الإزاحة والمتجهات أولا الإزاحة تعريف الإزاحة إمعنات هنا يعدي واحدة نقطة A و B و M نوقات مختلفة من واحد المستوى عنديها النقطة A و B و M نازال معديش النقطة هذه نقول أن النقطة N هي صورة نقطة M إذا نأخذ الصورة لها نقطة M ولكن نأخذها بأحد الإزاحة التي تحول A إلى B فهذا سيتحقق هذا شيء إذا كان لدي المستقيمين A و B وهذا المستقيم M و N الذي رسمت الإزاحة N إذا كان المستقيمين A و B و M نفس الاتجاه إذا المستقيمين يجب أن يكونوا نفس الاتجاه لحتوى هذا الاتجاه منهم يوجدون نفس الاتجاه مائل هو المستقيم المائل واضح؟ المنحة إذا هذي غادها من A و B وهذه غادها من M و N كذلك يقعدون نفس المنحة و كذلك هذي مستقيمة نفس المعلوم نفس الطول إذا عدي A و B ستكونك تسوي M و N هنا تتحقق إزاحة الخاصية إذا عندي A و B فتحة A فتحة B فتحة علما أن A فتحة A و B فتحة B على التوالي بالإزاحة إذا هذي يعني أن A فتحة B فتحة متوازي الأضلع متوازي الأضلع ثانيا ندوز المتجهات أولا تعرف كل نقطتين مختلفتين A و B في المستوى تحددان متجهة نرمز لها بالرمز إذا لعدي واحد نقطة A و واحد نقطة B في المستوى و بناسهم واحد متجهة إذا A و B نرمز لها بهذه الشكل A و B و ندو الفوق منها متجهة حيث أصلها هذي نقطة تسمى الأصل و طرفها B وهذي نقطة تسمى الطرف و حاملها هو المستقيم المار من A و B خصائص المتجهة إذا المتجهة عندها ثلاثة الخصائص أول خاصية وهي الاتجاه والثانية الملحة والثالثة المغيار وهو المنظام إذا الاتجاه مثلا المتجهة اللي مرت معنا الاتجاه ديلا هو A و B هو المستقيم A و A دائما الاتجاه عبارة عن المستقيم و الملحة ديلا لها من A نحو B و الملحة ديلا لها هو المسافة و اللي نسميه كذلك المنظام ثالثا تساوي متجهتين نقول إن واحدة المتجهات A و B و C و D رغمهم متجهتان متساويتان فقاش إذا كانت B و D هما على التوالي صورتي A و C ماضح؟ بنفس الإزاحة إذا فهذا لا عدي الحق نكسب أن C و D يساوي A و B رضيح؟ إذا هنا صورة D صورة C هي D و صورة A هي B نقول أن C و A و B لهما نفس الاتجاه نفس المنحة و نفس المعيعة مثال وهذا ثالثان مجموع متجهتين إذا عندي واحد المتجهة A و C تساوي A و B زائد A و D إذا هذا المتجهة A مجموع متجهتين إذا مباشرة نقول أن A و C رغم متوازي الأضلاء لأن هنا عندي ربعات نقاط A و C و B و D واضح؟ إذا هذا متوازي الأضلاء مثال هذا المتوازي الأضلاء هذا القطر دياله اللي هو A و B شنو غادي يساوي؟ غادي يساوي A و C زائد A و B إذا هذا المتوازي أضلاء وهذه اسمه علاقة شارل علاقة شارل إذا كان ثلاثة نقاط C و B و لاحظة نقاط ثلاثة نقاط A و C يساوي A و B إذا هذه النقطة هنا كتكرر أضح؟ إذا خاصية مقابل متجهة A و B هو المتجهة B و A و يكتب ناقص A و B إذا إذا عندي واحد المتجهة A و B بغير المقابل ديالها يكون ب A لكن ممكن نكتب هو ناقص A و B إذا هنا A و B هتكونك تساوي ناقص B و A لأنها قد للمزين حتاجه بالحساب رابعا نضرب متجهة في عدد الحقيقي نشت واحدة متجهة و نضربها في عدد حقيقي نضربها في عدد حقيقي واضح؟ إذا نضرب المتجهة في عدد حقيقي إذا كانت عدد حقيقي هذا كبار من صفر فإن مثلاً لقيت أصي كتساوي وحد عدد حقيقي أكبر من صفر مضرب أضي إذا رأيت المتجهتين عدم نفس المنحة أما لقيت هذا ألف سالب يعني أصغر من صفر إذا رأيت المتجهتين عدم منحيان متعاكسان وتكون سيم طابقة مع أضحة لك الألف كتساوي زيرو هذه مهمة خاصية سي و ب و آ من المستوى تكون نقط سي و ب و آ مستقيمة إذا و فقط إذا كانت إذن نقول أن هذه النقطة أب بي صراها وحد نقط مستقيمي لكن أب بي كيساوي عدد كمضروف أس واضح سواء كانت أكا سالب أو موجه والمهم لقيتنا أن أحد المتجهة أب بي كتساوي عدد كمضروف فاش في أ أس إذن رأي هذه النقطة بثلاثة أهم نقط مستقيمية إذا كان سدي لاحظة هنا رأيت النقطة سدي كأب إذن هنا يكون متوازل أضلع ميزو نمر معنا قويلة هنا سيكون هذه النقطة مستوية مستوية يعني في خط واحد إحداثيات النقطة و إحداثيات المتجهة أولا إحداثيات النقطة مثال عندي إحداثيات من طبيعة الحق سنحددهم في أحد المعلم متعامد مو منظم عندي هذا المعلم هذا بقد نحدد إحداثيات دل واحد النقطة إذن كان دل إسقاط دل إحداثيات على كلا المحور المحور البفوقي و المحور العامل ملاحظة إذا كان OE كيساوي OJ نقول أن المستوى منسوب إلى معلم مو منظم و متعامد يعني إلا كانت OE مساوي كتاب واحد إذا فالمعلم متعامد مو منظم أما إلا كانت OE مسافة بال OE ابنت auf OK إذن هذا المعلم غير ممنظم فمتعامد لكن غير ممنظم نسمي المستقيم OE هذا المستقيم هذا سماهه محور الأفاصيل و نسمي المستقيم OJ هذا مستقيم عمودتي سماهه محور الأراتيل ونرمز للمعلم بهذا الكتاب OEG إحداثيات النقطة تعرف كل نقطة من المستوى M مرتبطة بعددين عشريين نسبيين يعني كل نقطة عددين لإحداثيات مثلا نقطة M عندها XM و عندها YM بإحداثيات ديارة حيث XM يسمى الأفصل و YM يسمى الأرتوب مثال عندي مثلا نقطة M هذه الإحداثيات ديارة الأسقار ديارة هنا يكون XM و إسقار ديارة هنا يكون YM إسقار ديارة هنا تقريب من 3.5 و أسمى 3.5 كيدا إذا لا إحداثيات النقطة M هي 3.5X و 3.5Y إحداثيات المتجهة اذا كانت B عندها X B و Y B و عندها A عند الاحداثيات ديارة هي X A و Y A فإن الاحداثيات ديارة المتجهة تكون XB نقص XA يعني شاء لافصل ديالP كنقص من الأفصل del A ثم الإرتوب ديالP كنقص من الإرتوب ديال A هذا مثال مثلا عدي B الإحداثية A إذا بغيت نحسب متجهة AB إذن بالنسبة لي للأفصول B ناقص الأفصول A وهو واحد هذا الأفصول B والأفصول A ناقص ثم بين قوسين ناقص جوج لأن الأفصول A ناقص جوج وللناقص القاعد إذن هي واحد زائد جوج تساوي ثلاثة وهكذا إذن إحداثية النقطة دي المتجهة AB هم ثلاثة وناقص ثمانية خاصية O E G معلم متعامد في المستوى إذن AB و C دي رأي متجهتان غير منعلمتين إذن إذا لعندي AB كيساوي C دي هذا يعني أن الإحداثية دي المتجهة AB يكونوا كيساوي إحداثية دي المتجهة C إذن هنا كيساوي قاعدة هذه نخدمها التي يقول إياه مثلا رأى واحد متعامدين هم متجهة الإحداثية دي 3 نقاط وتيقول إياه حدد الإحداثية دي المتجهة الدين المتجهة الرابعة علما مثلا أن هذا المتجهة فكيشكونوا إنها واحد متوازي المستطيلات مثلا سي و بي و اعطان الإحداثية دي لها واحد معلم حدد الإحداثية دي النقطة D كيما مر معنا إذن هنا كنطبق هذه القاعدة هذه كندل أن AB كيساوي D C علما ذلك لأن AB سدرها واحد متوازي الأضلع بما أن AB سدر متوازي الأضلع غير مباشرة لدينا حق نكسب أن AB يساوي D C وبالتالي كان ذلك الإحداثية دي للAB يساوي إحداثية دي للاطس وكننا بدأنا نحسب كما هو معلوم وبالتالي فإن D الإحداثية دي هي 0 5 ثالثًا إحداثيات مجموع متجهتين الآن عن جميع جود المتجهتين عندي الإحداثية دي المتجهة الأولى وعندي إحداثية دي المتجهة الثانية إذن إجد لقاء الإحداثية دي المجموع إذا نعن ذكل هذه الناس ضد مجموعة المتجاه الأولين الافصال ديال المتجهة الأولى مع الافصال ديال المتجهة الثانية والأرطوب كذلك نشج مثال لنعتدر المتجهتين U و V U عندها ناقش جوج 3 و V عندها جوج ناقص 4 إذا اللي بغي نحسبو المجموع ديال المتجهتين U و V إذا نجمع الافصالين ديال U مع V و نجمع الأرطوبين ديال U مع V إذا هذي عدد الأرطوب سالي بعتكننا ناقص وهذي كذلك عندها أفصال سالي بعتكننا ناقص و نبقى الناتجه هي صفر ناقص واحد جيد خاصية لتكون A عندها X أو Y أو B عندها XB أو YB إذا كانت نقطة M منتصف A أو B إذا الآن كيف نحددو الإحداثية ديال المنتصف إذا اللي بغينا نحددو الإحداث ديال المنتصف M إذا نحسب XM و نحسب YM إذا XM و نحسب XA زائد XB على الجهوج يعني تساوي الأفصال ديال A زائد الأفصال ديال B مقسم على الجهوج و بالنسبة لل YM و الأرطوب ديال النقطة M يساوي الأرطوب ديال A زائد الأرطوب ديال B مقسم على جهوج هذا متر المسافة بين نقطتين لو قد تحسب المسافة مثلا أبي كندير الجدل ديال بين قوسين الأفصال ديال B ناقسم الأفصال ديال A لكل بس إثنان زائد الأرطوب ديال B ناقسم الأرطوب ديال A لكل بس إثنان وهذا المثال واضح إذا النتجة هي 17 معادلة المستقيم غير موازي لمحور الأرطوب تعريف إذن العلاقة بين Y و X لاحظت معي Y هي محور الأرطوب و X هي محور الأفصال إذن Y كساوي X زائد B التي تمييز نقطة المستقيم أو تميز نقطة المستقيم أبي تسمى معادلة المستقيم إذن كل كتاب تكتب لها الشكلة دي Y كساوي X زائد B تسمى معادلة المستقيم مثلاً عدي المعادلة المستقيم و بعض المستقيم نقاط Y كساوي و نقاط المعادلة واضح؟ إذن ميل هذا المعادلة هو هجوج هجوج هكذا واضح هج عدد عقيمة من الرمعان تسمى ميل المعادلة أو المعامل موجه وهذا الواحد الذي يسمى الأرطوب عند القاسصص الله لنشئ المستقيم L الذي معادلته المختصرة هي ابرينا نشأه واحد المعادل دي الواحد المستقيم أعطني المعادل وقال ينشأ المستقيم إذن المعادلة هي أمامنا إذن باش ننشأ المستقيم كنت لدينا دول هذا الأشكل واضح؟ إذن عندي نقطة X و نقطة Y أنا أختار بالنسبة لنقطة X لأختيت 0 عود 0 هنا لقاء Y هي ناقص 1 إذا عود X بواحد أختيت لقاء Y هي 1 إذن الإحداثي دي النقطة الأولى هي A0 1 و النقطة الثانية 1 1 وقال ثم المستقيم كنت لديه النقطة الأولى A نحددها إذن A0 1 0 و ناقص 1 إذن هي هذه ثم B عندها 1 و 1 إذن المستقيم هي مر من الإحداثيات إذن دول مستقيم خاصية إذا كان المستقيم الذي معادلته Y كي سوى AX زائد B يمر من نقطتين مختلفة سنين يعني دي واحد المستقيم A كي مر من نقطة A كي مر من نقطة B فإن المعامل موجه أنا بغايت نحسب المعامل موجه لها للمستقيم إذن المعامل موجه هو A إذن يساوي Y با ناقص Y با مقسم على X با ناقص X با و دائما X با هذا الشيء اللي كلتا سوف يكون كي خالف 0 واضح؟ إذاً المعامل الموجهة هو الميل هذه الطريقة التي نحسبها بها جيد إذاً لنحدّي المعادلة المختصرة للمستقيم A و B عندي واحد مستقيم A و B يعني كمرا من هاته النقطتين A و B إذا أريد أن نحدد له المعادلة دياله أولاً يكون هناك إحداثية ذيال A و إحداثية ذيال B أعطيني الإحداثية ذيال A و ذيال B إذاً أول حاجة أبدأ بها لدينا المعادلة المختصرة للمستقيم A و B على الشكل بسفعة عامك تكسب المعادلة المختصة على هشكل يكريك كيساو M X زائد B حيث M هي المي أو المعامل الموجه و B يجد أرصب عند القصر إذن عرف الدور ديالي أنا في هاد المعادلة اللي أحدد هي القطر A M إذن أولاً كنا نبدأ نحدد M هي اللولة المعامل الموجه إذن قلنا من المعامل الموجه شنو كيساو كيساو دي من Y A ناقص Y B على X A ناقص X B و نعوض كل أرصصور و كل أرصب القيمة دياله ثم النتيجة القناية ناقص 5 على 3 إذن M ناقص 5 على 3 إذا كنا نكسب دايماً كنا نحتفظ بهذه الكسابة و فقط M غا نعوضها بقيمة ديالها ثم نحدد B إذن باش نحدد B ديما نستعملها الطريقة بما أن النقطة A سواء ناخد نقطة A بما أن النقطة A كنسابة للمستقيم إذن فقدين نعوض هنا Y هاد ينعوض ب Y دياله A و هاد X غا نعوضها ب X X دياله A كذلك وهكذا غا نتمم العملية دياله باش نلقى B إذن ندوذن إذن عدد الجال الأخرى إذن عدد بي في النهاية ناقص 1 على 3 يعني بحال المعادلة بسيطة فيها مجهول 1 وبالتالي فإن المعادلة المختصرة للمستقيم A B هي Y ناقص 5 على 3 و إحنا نلقيناها ناقص 1 على 3 و إحنا نعوضناها بالقيمة لها واضح؟ ثانيا شرط توازين مستقيمين إذن واحد مستقيمين مش يكونوا متوازين أعصد أنا مستقيم عن شرط إذن لدي وحد المستقيم D وشرط给ها هذه المعادلة بدي الديفتحة uma im sound like D إذا كان A يجعل مش يقفت تها المعامل بجهة Corona وحتى هدهم مستقيمين المعامل بجهة المستقيمين متوازيين إذا كان المعامل كل الكثير ومستقيمين متوازين اليوم quarters مباشراط لهم نفس المعامل خلاص وهذا 200 شرط تعامد بالتعامد قلنا باش يكونوا مستقع من المتوازين نختيوكو عندهم بنافس الميل أما باش يكونوا متعامدان خاص الضرب ديال الميل ديالنه يكونوا كيساوي ناقص وحد يعني ضربنا فان قسنا نلقاو ف ف تقيم يعني ف ام ديال المعامل دي و ف تح المعامل ديال دي فتحة إذا اللي ضربنا ف فيتحة سنلقاو ناقص واحد إذا كان والعكس ثاني إذا كان دي عمودة فإن A ضرب أفتحة كيساوي نعقص واحد. مباشرة. هذا مثال على هذا العمل يدي وهنا يجب أن يكون متعامدة لأنك نظر على التعامد وليس التوازن. النظمات. نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجاولين. إذن النظمة هي كل كتابة تكتب العشق. أفتحة X زائد B فتحة Y فتحة. إذن الدور ديلي هو القيامة ذا الـ X والقيمة ذا الـ Y. جوج للمجاه المشاع مجهول. هذه بعض الأمثلة. مثلا ثانيا كيف يشكل حلو هذه المتراجحة؟ عفوا هذه النظمة. نحلو هذه النظمة بجوج طرق. أولا عندنا طريقة جبرية. يعني نحلوها جبريا. عدنا جوج دي الطرق في هذه الطريقة الأولى. طريقة تعويض. وعندنا الطريقة التألفية خطية. بالنسبة للطريقة التعويض هي أنني كنعوض أحد المجاهل بالآخر. مثلا هنا هذه النظمة المعادلة الأولى نسميها واحد. والمعادلة الثانية نسميها جوج. إذن في المعادلة واحد في هذه المعادلة نحسب X. إذن لا نريد أن نحسبه X في المعادلة الأولى. خاصة ننجب ذو Y. إذن Y شنو غي يساوي من هنا؟ ندوزو هات جوج إكس للجالة فرات ولا إكريك تساوي 11 ناقص جوج إكس إذن في المعادلة جوج نعوض إكريك بالقيمة فهذه المعادلة الثانية نعوض إكريك هذي نعوضها بها القيمة للقيمة هنا إذن عدنا إكس هي إكس زائد ثلاثة زائد ثلاثة ضرب إكريك إذن إكريك نعوضها بعد 11 ناقص جوج إكس هي هذي ثم عندينو عمل إصدار ثلاثة إكس قبل إصدار ثلاثة فحضر هي ثلاثة وثلاثين ثلاثة ناقص جوج إكس هي ناقص إكس ثم نحلو المعادلة كنجمع معادلة عدل ونكمل المعادلة إذا نلقيت إكس حركة سعوي ومنه فإن Y إذا بغير نجبدها نعوض إكس بهذه القيمة اللي لقيت هنا وهكا نلقى إكريك وبالتالي نكسب الزوج ديال هات المعادلة عدد النظمة هذي هو ثلاثة ثلاثة إكس وخمسة اللي هو إكريك وهو حل هذه المدماء طريقة تأرفية الخطية بالنسبة للتأرفية الخطية كنحاول نتخلص من أحد المجهولين سواء نتخلص من إكس أو نتخلص من إكريك وباش نتخلص من إكس أو نتخلص من إكريك خصني نجمع هذي المعادلتين وباش نجمعهم باش ندير عملية الجمعة خصص يكون واحد فيهم يعني سواء المجهول اكس أو المجهول إيكريك وعمدوا في المعادلة الاخرى عنده المقابل ذيهو مثلن إلا عندي هنا ثلاثة إكس خصني هنا في هذا المعادلة تكون مقابل ديالها في المعادلة الأولى والمقابل ثلاثة إكس هده 100 هادشي اللي قدرنا هنا وهكذا إذن ثم نبدأ نجمع المعادلتين منيك نجمع المعادلتين أنا لقيت Y تساوي واحد واضح؟ وبنفس الطريقة كنستعمل كنخدم بها مع Y إذن باش نتخلص هنا من Y عندي 4 وعندي 7 نشوف العامل المشترك بناتهم باش نتخلص منهم أو ممكن هنا ممكن في الطريقة الأولى يعني باش لقيت Y أنا لقيت الطريقة ديال التأرفي الخطية ولكن باش نلقى X ممكن ديالطريقة ديال التعويض لا إشكالة فيها جيد إذن كمشتو هنا دلنا الطريقة ديال التعويض عوضنا X بواحد عوضنا عكون Y بواحد وX هايا إذن X كيساوي 4.000 X زائد 4.000 كيساوي 10 وغادلقى X كيساوي 6 إذن هحنا لقينا الزوج لهاد النظمة نقول أن النظمة تقبل حلاً وحيداً هو الزوج 6 وواحد ثالثاً الحل المبياني كيباش نحلو المبياني الواحد المعادلة باش نحلو مبياني الواحد المعادلة لا تعتمد هذه الطريقة على ربط كل معادلة من المعادلتين في النظمة بمستقيم يعني كل معادلة كنسميه واحد معادلة ديال مستقيم مثلاً عندي المعادلة الاولى المعادلة الثانية يงنحدد المعادلة المختصة للكل مستقيم هذا المعادلة الاولى نسمى المعادلت المستقيم ديالآ وقد نقل بعمل عقلمة Y بدأنا عنده تقال الأدد الججال الأخرى وخلي Y فى الججال أدد يربع X ناقش جول والمعادلة ديال المستقيم الثانية هي Y كيساوي X زائد 2 بدنا من هنا نلطبها لعه إذن عندي الان المستقيمين إذا اننا لاحظ أن بمستقيم المستقيم كده يلني المعاملين ديانه مختلف interfين، إذا ما بعضهم السنفس لنفس المعامل وبما أن المستقيم ليس لهما النفس المعامل أو ليس viable فهما ليس pigmentية mukjutwać لكن ان كيتقاطعو كان يتقاطبو في واحد النقطة كذلك هما ليس متعامدا إذا كيتقاطعو في واحد النقطة نلاحظ أن المستقيم المتقاطعا دي و دي أان ليس لهما نفس الميل اذن فهما مستقيمان متقاطعا لنوشيء دي و دي فتحه اذن باش ننشئو دي و دي فتحه عقبا دي و دي دو باش ننشئوه كما مرر معنا كنديرو جدول لكل مستقيم وكنعوضو ايكس كنعطو ايكس واحد القيمة باش نلقو ايكريك بحالة الأولى بالنقطة الأولى ونشي بنسبة النقطة التانية نرحل المستقيمين وذان تقاطعه اذا بالنقطة المستقيمين هاد النقطة اللي تقاطعه فيها هي الاحداثيات الاصزوج اذا نلاحظ من خلال المبيان ان المستقيمين يتقاطعينك نقطة M هادي الم teorالى اسقاط ديال على ايكس وارغو ه emergence عليد وبالتالي الزوج جوجلستة هو حل النظمة حل المسائل بنافط طريقة ديال المعادلة دل الخطية و دل التآلفية دل الخطية ناخد تعريف اذا دل الخطية هي كل كتابة تكسب على شكل fx fx كيساوي a ضغف x هذي اسمها دل الخطية حيث a هو المعادلة واضح؟ مثلا fx كيساوي ناقص جوج x خاصية f دل الخطية معاملة a اذا كان x و x فتحها عددين معلومين غير منعدمين فإن إذا اللي بقيت نلقى هذا المعاملة ندير fx على x كيساوي fx بخيم على x بريم إذا كيساوي a طبع؟ مثلا f دل الخطية بحيث f دل ناقص 5 كيساوي جوج على 3 إذا المطلوب مني هنا نحدد معاملة f باش نحدد معاملة f إذا شنو غادي ندير ندير f دل x على x إذا A شنو كيساوي كيساوي f دل ناقص 5 بالنسبة لي x هي ناقص 5 إذا عيث يساوي على ناقص 5 إذا f دل ناقص 5 قلنا نجوج على 3 نعوضها بقيمة دل ناقص 5 و نحسب الحساب ديالي كما ومعلوم ومنه فإن f دو x تكون تساويه ناقص 10 على 3 لأن المعاملة هو ناقص 10 على 3 عوضناه بقيمة ديالي تمثيل مبياني للدل الخطية كيف نمثل مبياني للدل الخطية نفس الشي كيف نتعلمه عن معادلة دي المستقيم كنختار واحد من نقطة واحدة لأن النقطة الثانية دي المعادلة دي الخطية هي دائماً كتمر من أصل المعلم دي من النقطة الأولى كتمر من 0 والنقطة الثانية اللي كنحدد مثلاً x نعطيها واحد نعملاً نعطي x0 نعطي x واحد إذا اف دل x حلعة تكون هتكون ناقص جوج من السلاح الحالي لأن ناقص جوج وهكذا كنمثلها كنجي الإحداثيات الان اللي هي واحدة ناقص جوج فنضيهم إحداثيات دي المعادلة إذا تقاطع دي المعادلة هو اللي يعطني النقطة A وكرسم النقطة الأولى دائماً هي 0 والنقطة الثانية هي هذه وضع ثانياً الدالة التألفية تعريفة إذا الدالة التألفية هي كل كتابة تكتبها على شكل فدو إكس كي ساوى AX زائد B يعني كي تبعدنا بيع الدالة الخطية مثال فدو إكس كي ساوى ناقص ثلاثة X زائد 11 التمثيل المبياني للدالة التألفية خاصية في معلم OEJ التمثيل المبياني للدالة التألفية F هو مستقيم يمر من النقطة M لعدها X وعندها F مثال عندنا في المستوى المنسوب إلى المعادلة المتعامد هذا دالة F بحيث F في المسابة من طفل إيكس من طفل إيكس من طفل إيكس خاصية وعندها أصدقاء K جوج عددين معلومان وحيث x1 خلف f جوج x جوج عفون إذن الله بغاني نحسب المعامل دينا الدالة التقالفية دائمًا تكونوا fx ناقص fx1 ناقص fx جوج مقصومة على x1 ناقص x جوج مثالها وعطاني f1 وعطاني f3 كيف يردنا القامل دينا وطلب مني نحدد المعامل إذن A شغل يساوي f3 ناقص f1 على 3 ناقص 1 لأن x بالنسبة x1 هي 3 وx جوج هي 1 جيد إذن المعامل هو 5 على جوج إذن fx نعود معامل بقيمة ديالوخ إذن بغاني ناقص لنحسب العدد الحقيقي ببي لدينا f1 تساوي ناقص 3 إذن لو كانت f1 تساوي ناقص 3 يعني x ناقص 1 إذن بغاني ناقص 3 إذن بغاني ناقص 3 فإن fx تساوي 5 على x ناقص 11 على جوج ببي الهندسة الفضائية تعامض مستقيمين ومستوى إذن عندي واحد مستوى إذا عندي واحد مستقيم عمودي على هذا المستوى فهذا المستقيم عمودي على كل المستقيمات التي تنتمي إلى هذا المستوى خاصية إذا كانت d مستقيم عموديا على مستوى بي فإن d يكون عموديا على جميع المستقيمات الموجودة ضمن بي فإن كبير المكعب هو ثم 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 نعجب إذا طوال الأطوال في عدد موجب k فإن المساحة تضرب في k إذن إذا بغينا نطول الحرف عند رغوة K إذا بغينا نطول الحجم كامل عند رغوة K ثلاثة مثال عندي المكعب A هذا طوله حرفيه 8 سنتيمتر والمكعب B هو صغير للمكعب A بنسبة شحر 1 على 4 إذا VB نقص على 64 إذا VB هو 1 على 4 لكل أستلاته VA إذا كنت تحسب VB يقصنا VA VA هو الحجم ذلك يقص على 8 لأنه حرفيه 8 إذا هو 512 سنتيمتر مكعب لأنه يقص على سنتيمتر إذا VB يقص على 512 مقصوم على 64 إذا هو 8 سنتيمتر مكعب لأنه هو الحجم ذلك B المسخر الإحصار تذكير إذا لدينا تذكير مجموعة المعطيات كما تعرفون مزيلا عم أمكم ثم لدينا هنا 1 ميتر مثلا لدينا النقطة يقص على 5 عليه 8 وعندنا 10 وعندنا 12 و 15 ثم النقطة اللي كان في القيسة مش حلم واحد جاب 5 جاب 3 وعندنا 8 جاب سبعة وعشرة جابون 7 وعندنا 12 جابون 3 و15 جابون 1 نحنا أريد أن الكل يجأ الـ 18 و 19 7 تعال ندروش هنا الحاسس المتراكم عندنا 5 رحل نجينا نب auch الحاسس المتراكم من هنا نجيب وهو هات 3 نوزلها هنا الحاسس المتراكم من هنا نجيبها وهو هات 3 نوزلها هنا الحاسس المتراكم في النقطة الثانية نضيفا 1-7-10 ثم 10-7-17 وهكذا المتركة المتركة الإجمالية تردد نضيفا هذه القائمة 3 حصيص للحصيص الإجمالية 3-20 20 reasonable Abby ثاب tightening 7-26-25 ثم نشت سبعة الثالثة ونقسمها feeling 26 ثم نشت شوش ونقسمها wake 20 تردد المتراكم هو المتراكم ونظريتها هنا ف complaining لاحظه للطراكم لم يكن دور الف شاخته المعدل الحسابي المعدل الحسابي المجموع السادس المضرب jakian 20 إذا المعدل حسابي معدل حسابي هو levar أن multiplicar كيما الوسطية العديدة قيمة وسطية المتسلسلة يعني أن نصف وحدات الساكنة المتسلسلة أقل تأخذ فيها الميزة قيمة أصغر أو تساوي M ونصف وحدات الساكنة على الأقل تأخذ فيها الميزة قيمة أكبر أو تساوي M نفهموا الشيء من خلال هذه الميتة؟ عندي أنه مجموعة دين النوقات نشطهم وكسبهم بالترتيب ونشط حسبهم ونرى النص ديانهم إذا النص ديانهم هو عشره إذا جثت ما بين 8 و 10 إذا عشت 8 زائد 10 فقصم على الجوش باش نحسم القيمة الوسطية إذا القيمة الوسطية تساوي 8 زائد 10 فقصم على الجوش إذا نية سعود هنا قيمة الوسطية الواحد المتسلسلة اللي هتجينه فعدد ما تجينش بين عدد وعدد جاءتناك 10 فسل 5 إذا المباشرة هي 10 فسل 5 المنوار المنوار المتسلسلة لإحصائه هو كل قيمة أو الصنف للميزة لا أكبر حاسيس كمشي تلقي الميزة التي لا أكبر حاسيس أو الصنف كوني الميزة اللي عندها أكبر حاسيس هنا يسبع يلي عندها 10 إذا هذا هو المنوار إذا المنوار هو 7 التشتت ما هو التشتت إذا نجيه للميتال باية طالح مثالين عندي نقط أحمد وعندي نقط خالد إذن بعد ما تحسب القيمة المعدل الحسابي ديال كل تلميذ حسبت المعدل الحسابي ديال أحمد والقيس 11 وحسبت المعدل الحسابي ديال خالد والقيس 11 كنشوف شكونوا من النقط اللي قارب الحداش إذا لاحظ أن ديال أحمد النقط عنده 10 و 12 و 11 أما هذا بعيدة 7 على بعيدة 11 15 بعيدة 17 بعيدة 5 فدلك بعيد إذن هنقولوا أن النقط ديال أحمد قريبة للمعدل الحسابي جعل النقط اللي كان أقرأ بالمعدل الحسابي سنقولوا أن أقل تشتسا وهكذا نكون أنهينا هذا الملخص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته